السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موسيقى اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم حول موضوع مدونة الاسرة المرتقبة كما تعلمون جميعا لحديث للناس هذه الايام خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي الا الحديث عن هذه المدونة التي ينتظر المغرب انه سوف يصادق عليها ويعمل بمقتضها وللتذكير فان المدونة للاسرة انما وضعها المشرع لحماية الاسرة بكاملها بدءا بالمرأة التي دوما وغالبا كانت تتعرض لنوع من الظلم والحيف وكذلك لضمان حقوق الاطفال خصوصا اذا وقع الطلاق لا قدر الله فالمدونة منذ ان كان النقاش حولها لان كل فترة زمنية يقع فيها التبديل ويقع فيها التغيير المدونة فيها اشياء هي من التوابط التي لا ينبغي ان نتزحزع عنها وفيها بعض الاشياء لهي من المتغيرات يجب ان ننظر اليها نظرة عقلانية عملية مصلحية لضمان مصلحة جميع اخر مدونة للأسرة توافق عليها المغرب وتواضع عليها كانت حوالي قبل تقريبا 18 سنة كانت في 2006 صادق المغرب على هذه المدونة وطبعا الجيل اللي كي نعيش في هذه الفترة يعني لم تولد ولادة سهلة ويسيرة بل كانت ولادتها عسيرة لانها جت في واحد المرحلة اللي كانت كتعرف واحد الاحتجاج في الوطن العربي وكانت ثقافة حقوق الانسان وكانت الصراع ضد بعض القيم وهناك تعددية في الافكار وتصادم احيانا فجاءت هذه المدونة وفي حينها كانت تمثل ثورة ثقافية واجتماعية كانوا فيها نقاش ما بين الحقوقيين وادخلوا على الخط العلماء السادة العلماء وادخلوا كذلك المهتمين بعلوم النفس وعلوم الاجتماع وادخلوا كذلك بعض السياسيين رحمهم الله اللي لعبوا واحد دور كبير في جمع الشمل هذا المدونة الاخيرة جاءت بنتائج مهمة في تلك الفترة كانت فعلا مهمة مثلا من ابرز القضايا التي تمت المصادقة عليها هو رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة الى 18 سنة من قبل كان الزواج مبكر كانوا الناس كانت زوجهم مبكرين وهذا الناس اللي ياخدو هذا الاختيار لهم أسبابهم ودواعيهم يرونه بأنه مناسب لهم فيه مصلحة والشاب والشابة في فوران الرغبة الجنسية في سن المراهقة كان عطوا واحد سياج شرعي وكان يبغى ولدات يكبروا معاه لكن بالمقابل ناس آخرين اعتبروا بأن هذا السن دي الزواج اللي هو قل من 18 سنة لأنه كان متفق عليه و 15 عام البنت عندها 15 سنة كانت زوج لكن منظمات النسائية والحوقية اعتبروا أن هدفه مس وحيف بالمرأة والفتاة خصوصا في العالم القاروي اللي كانت زوج مبكرا كانت القطع للدراسة وكتعود في واحدة وضعية صعبة وكتغرق ولدات وملمات كتتطلق وكتعود خدمة في البيوت فعلا هناك سيناريو مقلق لكن بالمقابل في ذلك الفترة الناس كانوا يقولوا ره المشكل مش هو 15 ولا 18 ره المشكل هو الفقر غياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأماكن هذه البنت زوجة 18 أو بعد 18 أو قبلت 18 سيان الأمر سيان بحال بحال هي أصلا ما عندهش المدرسة ما عندهش تعاونية ما عندهش مراكز تكوين هي أصلا إلى سولتها قد تقولك أنها أصلا ما عنده والو في العالم القاروي الناس يقولون نخصنا العناية والاهتمام ثم وحد البند اللي وقع عليه النزاع كثير هو إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها من قبل كان دايما في الشرع الملكي في الفقه الملكي أنه لا زواجة إلا بولي وشهد عدل وأي مرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكحوها باطل 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 فبعض المنظمات النسائية يعتبروا بأن هذا الحكم رغم أن في حديث نبوي صحيح أنه لا يتفق مع الوضعي الحالية كالقوا بعض النساء اللي هم في مستوى رفيع مهندسة طبيبة برلمانية بغد زوج وش بالضرورة تقلم على الوالد ديالها أو ولي أمرها قد يكون أقل منها منها تقافة وأقل منها عقلانية طبعا هذا لا يمكن ولكن هذه حالة استبنائية ثم تم إلغاء إحضار 12 شهد في حالة وفاة الوالد إلكتل الشابة المتزوجة لغد زوجة يتيمة والدوها متوفة ومكيشة ولي أمرها فخصة 12 شهد لإعطاءها الحق في الزواج هذا تواعتبروه بعض المنظمات النسائية بأنه مس بكرامة المرأة هي بغد زوج وسير قلب إلى 12 شهد ومدين غد جيبهم قد ضق على هذا الباب وعلى هذا الباب وعلى هذا الباب وتجرهم كلهم عند العدول أو تجيب العدول للدار وتعمر ليم واحد براتتا ويدي ليم واحد لاشيوة باشي صعيب عليها فأعتبروا بأن أيضا هذا الشرط لا بد من إلغائه وتم إلغائه فوقع الكثير من الإلغاء لبعض البنود ووضع بنود أخرى كل هذا بما يتوافق مع المصلحة دي المرأة وكان دائما الاتجاهات اللي عندها واحدة المرجعية إسلامية كتعتبر بأن هذا استضام مع الشرع مثلا الحديث اللي اذكرناه واللي هو من توابط الفقه المالكي غد يضطر بعض السياسيين يخرجوا من هذا الاستضام وغد يقلبوا في الفقه المقارن الفقه المقارن لأن نحن ما عدنا نشغل المدهب المالكي عدنا المدهب الحنفي والشافعي والحمبلي فبعض السياسيين اللي دخلوا عن الخط باشي يجمعوا الشمل رجعوا للفقه الحنفي اللي هو اكتر عقلانية وتقدمية ابو حنيف النعمان الذي كان امام العراق كان عنده مبادئ حقوقية في ذلك الزمن كان هو سابق المواثق الذولية للامم المتحدة فكان يقول بأن المرأة اذا كان عندها راشدة عند الاستقلالية المالية لأن الاسلام اقرها الاستقلالية المالية تكسب المال اللي بغا تدير تجارة جمع الترواء هي حرة هذا متفق عليه فقال مادم عندها الاستقلالية المالية كذلك عند الاستقلالية في الزواج وفي الطلاق بمحض ارادتها فالقاو هات السياسيون باش يخرجوا من الاستضام ما بين التيار الاسلامي اللي كان ادد قوي مع الصحوة الاسلامية والتيار الاخر اللي هو كينادي بالرؤية الكونية والحققية وقع استضام فالسياسيون لقاو عن طريق فتح كتب الفقه المقارن عموما اللي كان وقع هو ان المدونة ارادت ان تحد من الطلاق لان الطلاق صار صار معضلة خطيرة المغرب قبل ثلاثين سنة داخل الوطن العربي كله كان من اخر الدول اللي فيها الطلاق يعني الرتبة ما قبل الاخيرة ما كاشفه الطلاق الا نادرا ثم بعد واحد المدة مع الفكر ذي الحريات والحقق الانسان والرؤية الكونية كل هذه المصطلحات الرنانة الجميلة لكن اشنا هو النتيجة اللي اعطتنا اعطتنا ان نسبة الطلاق بدأت ترتفع 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 احنا الان في المغرب صرنا من اوائل الدول في الوطن العربي لنسبة الطلاق فيها مرتفعة جدا وهنا ستضطر المدونة انها توضع الطلاق تحت مراقبة القضاء يعني ما بقاش الراجل هو يقول لها انت طالق اي لا قلقات لك مدى تمشي نزاع انت طالق سفي الطلقات لا كما ان الزواج هو تحت مراقبة القضاء كذلك الطلاق تحت مراقبة القضاء اللي بغير تزوج اول مرة ماشي كيتلقى مع الفتاة يقول لها زوجتك نفسي وكتقول لي رضيت بذلك وانتهى الامر لا كان اجراءات ومسطرة كان دزول المقاطعة كان نجيب شادة العزوبة أو الطلاق أو التطليق كان جيب كذلك الموافقة اجراءات من العدل العدول عن القطع الصحة الامراض المعدية المتضاقلة عاد كان دزول القضاء اللي كي يجمع المين في كله القاضي يحكم فالقاضي هو اللي يجمع وبامره تم الزواج كذلك الطلق الى بغي تطلق سلاب بدا وقفه امام القاضي وخيق الرجل انت طالق انت طالق بلسانه لم يعد هو ولي امره حتى يحكم الذي بيده عقدة النكاح اللي صار عنده عقدة النكاح هو القاضي فاحتك يقول القاضي اعطوني مبرر لهالطلق ديالك ومكدر لهم المستر المعروفة حكما من اهله وحكما من اهلها ويبقى واحد المرحلة طويلة كيطول كيجب للأوقات باش لعل وعسى يوقع واحد نوع من توافق يكن المسألة غير الحيض المرمق القام يكن مرحام لا لابد ان راعي حوق الجنين القادم كل هذه كانت مهمة ثم كانت قضية مهمة ايضا وقع فيها النقاش وهو استفادة الزوجة المطلقة من الاموال المكتسبة اثناء قيم الزوجية ف نقطة هذه اطارت الكثير من الجدل فاللول هما تزوج ام المعد بدأوا بواحد ما كانت عندهم التروع هي دخلت عليهم مركم سعودة وخيق سفدار هو خدام او العكس يقدر يكون تايا خدامة ولكن بعد مدة اكتسب اموال سواء هاد المرأة كانت خدامة وكتساهم او لكانت رباة بيت فكونها رباة بيت هي كتهيئ المناخ المناسب للزوج باش يعمله على بر وهي داخل البيت كتقوم بالاشغال ديال الاسراء وتدبير شؤون الميزانية فهي مساهمة ومن ثم كانت التنصيص على ان المرأة المطلقة انها تستفيد من الاموال المكتسبة اثناء قيم الزوجية لكن المهم في هاد الشي كله هو حماية الاطفال لان المشرع من اللي بغي بالدل المدونة وخصوصا صاحب الجلالة امير المؤمنين حفظه الله ورعاه كان كينظر الى المصير ديال الاطفال هاد الابرياء ما مصيرهم لهذا كان الصلحة يقول لك المشكل ديالنا مش مدونة المشكل ديالنا هو كيفاش نصلحو بالمرأة الرجل را المشكل مش قانوني را المشكل اصلا هو نفسي هو سيكولوجي هو عدم رغبة الاخر في انه يتعايش او يصبر او يرضى بقضائه او انه يلتمس العضل للاخر هي مشكل نفسي سيكولوجي موقف من الاخر فهذا لا يحتاج في حقيقة لا يحتاج الى القوانين يحتاج الى اصلاح النفوس وهنا غدل قول مصلحين بان الضحية رقم واحد في الطلاق هما الاولاد الصغار لانهم كيضيعوا كيشعروا بالحرمان بعد الطلاق وكيأثر ذلك على المسار الدراسي ديالهم وبالبعد كيعدوا عندهم عقاد نفسية كثيرة كالقوا هدف الشباب اللي عندهم عقاد كيدروا اما جرائيم واما كتلقى انطوائي كيخاف من كل شي واما كيصير عنده تطرف ديني واما كيمشين المخدرات ولا اما كيحرق ولكن يمشي للشدود الجنسي وحد العدد ديني الظواهر المسيئة قد قابل انهم ضحايا الطلاق اطفال ضحايا الطلاق لهذا المدودة كانت تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الابوين سواء من حيث السكن او مستوى العيش اللي كان عليه قبل الطلاق او المتابعة ديالدراسة هدل امور هذه كانت قريبا قبل عشرين سنة تم النقاش حولها وتم التوافق حولها وانتهت القضية لكن الان بعد مرور عشرين سنة وبعدما دخلت هذه المدودة حيث التنفيذ غادلقوا بانها بدات المنظمات النسائية او الحركات النسائية والحقوقية في المغرب ايضا كتلحب وكتقول بان هناك اختلالات هذا المدودة في اختلالات وانها لا تزال تضم منودا مرتبطة بقضايا نفق للأولاد او مسائل مرتبطة بسن الزواج او كذلك الاجراءات على الطلاق وغيرها من الامور تحتاج الى التعديل وينبغي اندخل الاصلاح عليها لان هناك التجربة بينت بان هناك نقائص فهذه مدة طويلة كالقاوة واحد المجموعة عند الحركات النسائية والحعقية كي يجتمعوا كيدلوا لقاءات وكيدكلموا عن هذا المواضع وطبعاً وطبعاً فئة من الشعب ما معنية بهذا الأمر كان مشكلته هو غلاء الأسعار وهو الفقر المتطلبات الحياة اللي صارت صعبة جداً ما بقاوش كيفكروا في هذا الحقوق كيفكر أولاً غير في الاكتساب الضروري من الحياة عيش عيش مش كريم غير عيش مستور لكن هذه المنظمة الحعقية هما كيقلبوا على هذه الإصلاحات فوصل الأمر إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة حافظه الله ورعاه ودوباً بلك يوقع هذه الأمور لا بد لك يتكلم بهذا الشيء كله هو أعلى سلطة في البلاد صاحب الجلالة معروف أنه اعتبر في الخطابات السابقة ديالو آخر خطاب اللي تكلم فيه على الأسرة هو في عيد العرش السابق كانت تكلم على أن المدودة هي لا تهدف إلى التمييز بين الرجل والمرأة بل هي أعدت وينبغي أن تعد لكي نمكن الأسرة من الاستقرار والمرأة المغربية بأنها تأخذ حقوقها الكاملة لأن أحيانا هناك أعرف وهناك تقاليد وهناك مبارسات بعيدة عن الدين لا علاقة لها بالدين الدين منها مرأة ولكن يتم استثمارها ضد المرأة ولهذا كان صاحب الجلالة يدعو إلى إعادة النظر في البدود التي مفيهاش الحقوق ولكن نوما أن تكون الأمور في إطار الشريعة الإسلامية وأن تكون الاشتهادات يتوافق عليها أهل الحكمة وأهل العلم وأهل الفضل الآن حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي غد القو الآلاف ديال الفيديوهات لكي تكلم بطريقة سخرية على هذه المدونة المقبلة منهم من يقول بأنها سوف تؤدي إلى نتائج لا يعلم أمرها إلا الله تعالى ربما تؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر ربما تؤدي إلى كذا إلى كذا الله أعلم صاحب الجللة أعطى لللجنة المكلفة والحكومة واحد المهلة مدتها ستة أشهر قال لهم سيروا هاي غد من الحكم هذه المهلة وداقشوا ودرسوا الأمور مع المستشارين مع أهل الخبراء مع كل بدأ عنده رؤية معينة لوضع هذه المدونة ولكن كل اقتراح هو تعزيز مكانة الأسرة والمرأة والرجول في المجتمع وطبعا نابد أن هذا التعديل مغتخفش بغل وزارة واحدة لمكلفة بالعدل لا وإنما هو شكل جماعي ومشترك وزارة العدل هي الأولى باعتبارها هي المكلفة بالمحاكيم ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثم رئاسة النيابة العامة ولكن فيما بعد البلاغ دي الديوان الملكي قد لا بدها النقاش أن نشرك المجلس العلم الأهلى لأن المجلس العلم الأهلى هو يترأسه أمير المؤمنين حافظه الله ورعاه والمجلس العلم الأهلى عنده العلماء عنده واحد الجيش دي العلماء رهب بالبيئات من كبار علماء الأمة وهؤلاء أعرف الناس بخبايا الأمور وطبعا ستكون المشاركة من غير الوزارات المعنية والمجلع من الأهلاء هناك السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأيضا الانفتاح على هيئات وفعالية المجتمع المادني والباحثين والمختصين كل هؤلاء ستحاول إضعوا رؤية تتماشى مع المستجدات القانونية والتشريعية والمجتمعية ولكن دوما الحفاظ على الإشجادة الدينية التي ينبغي احترامها في هذا الصدد باختصار أيها الأحباب الكرام يرتقب في الأسابيع المقبلة ستسمعوا هذا النقاش ربما لأنه كيمس الكيان للإنسان كيمس الأسرة كيدق عين الباب وكيدخل عين الباب أو بالنفذة وكيدخلوا كيفتح النقاش دبا الأسر كلهم هذا عن نفسي غير هذا المولد النبوي الشريف زرت واحد العادة دين الأسر وكنا عادة في المولد النبوي الشريف من اللي كيكون وجبة الغداء أو المائدة دين الشاي ناس كيتكلموا عن المولين وعلى ميلاد النبي المحمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأخلاق الكريمة التي امتاز بها الدينية لكن لاحظت بأن كان الناس اللي زرتهم من العائلة والمقربين والجيران لا حديث لهم إلا على هذه المدودة حتى كيكون نزاع من الزوج والزوجة هذو اللي بزوجين وذو اللي باقي الشباب حتى ومالده ما يرفعوا الراياة البيضة وكيقولوا كلام اللي هو مخيف باختصار ممكن نقولوا بأن المدودة دي الأسرة هي غد ترجح بين اختيارات هناك الاختيار اللي كيسموها الاختيار التقليدي أو الاختيار الديني والاختيار الحاداتي اللي كي تسميه الكوني وهذا المشكل غد وضع الحكومة أمام اختبار التوفيق بين الخصوصية المحلية وبين المرجعيات الكونية ويبدو بأن النقاش غد يكون صعيب لأن القضايا الخلافية هي موتيرة للجدل رابط بين المواضع اللي في النقاش المسألة المساواة في الارث بين الذكور والإنة لكن النص القرآن واضح للذكار مثل حظ الأنثيين والمنظومة للارث هي متكاملة إلى فهمنا هذا القوة بأن الله تعالى خالق المشر كيوزع دكتروع على حساب الإنسان لأن الذكار بركي كون زوج وبركي كون ابن وبركي كون جد وبركي كون أب وبركي كون حفيد وبركي كون أخ فهي كتغير لأن نسبة دياله حسب تموقع كذلك المرأة بركي تكون زوجة بركي تكون بنت بركي تكون أم بركي تكون أخت وبركي تكون جدة فنائما المنظومة لوضعها الحق سبحانه وتعالى هي معروف بأنها إعجازية فوقها القانون في بريطانيا يقفون أمامها مشدهين فقه كبير في القانون يقول لك يكفي أن محمد نبي بماذا عرفته قالي بهذه المنظومة للإرث هذه التركيبة اللي وضعها يدل على أنه ذكي جدا إما أنه نبي صادق وإنما عبقاري جدا فقالوا له ليس بعبقاري هو كان راعي الغدام وربنا قال النبي الأمي قال إذا هو نبي لأن هذه المنظومة رائعة نحن الآن نقشوها بوحد طريقة أنا عن نفسي المبررات اللي سمعتها بدأ عن الجهات اللي تتبنى المرجعين الكونية لم تقنعني كذلك المشكلة الثانية هو مشكلة زواج القاصرات هذا مشكلة بعيشي ثم المشكلة لدي الحق الأم في الحضانة إذا وقع الطلق بين المرأة والراجل شكل غير يحض الحضانة المرأة أولاد زوجة المرأة مرأة تانية واش أولادك غد يعيش مع الرجل اللي هو أجنبي بنتك غد تعيش مع رجل آخر زوجه بها أجنبي كذلك المشكلة دياله اعتماد اختبار الحمض النووي لإثبات بنوة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الحديث يقول لك أنه ولدون الفراش يعني واحد المرأة طلقت شاب طلقت مع شاب كانت واحد علاقة جنسية ترتب عليها حمل وبل ما تدخل لها ده ولدك سكت بنا هو الشريعة الإسلامية هو كي يقول لك الولادون الفراش يعني الأم بدي لك تحمل المسؤولية مش يخافون البنات مش أمرهم يمكن نفسهم بالشباب أن تقدم أهل ليلة غيرت ترتب عليها ضمار حياة كلها وقضايا أخرى هي فيها جدل يتجدد وخلافات تطفو على السطح دائما هناك غد يلقوا في المجتمع ديالنا وحد الفريق اللي هو متشبت بالمرجعية الإسلامية ويدعو إلى مراعاة الخصوصية للمجتمع المغربي وهذه لقوا فريق آخر يقول لك احنا كان آمن بحقوق الإنسان وكان آمن بالمتغيرات الحقوقية الكونية اللي كانت دعونها المواثيق والقوانين الدولية هذا يلقوا دائما تيارين مختلفين وكانه تيار كبير ساكت هذا تيار منظر مع الزمان منظر مع العيش عنده الكرغالي عنده الضوء المغالي عنده المدرسة الغلات عنده الطبيب غالي ما كيف يفكر هو كاف هذا القوانين هو منظر معه اليوم وكان المفروض أن العمل الحكومي والعمل الحقوقي يسعى إلى الرفع من المستوى المعيشي للناس ونكساعته يطور الفكر ديالهم وش بطني خاوي وراسي يبقى يفكر يسير الدماغ أره هو البطن والناس كيف واحد الوضعية حسن ما أعيشها وأرها والناس لهما ضعفة محتاجين أولا هذا القوة اللي عندنا ديال الفكر وديال نقاش لديها التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحاربوا بها الفقر نحاربوا بها التهميش نحاربوا بها أشياء كثيرة وسوف تستقيم الأمور فإحنا دم الآن أمام أمام نقاش كانت منه إن شاء الله تعالى يكون نقاش هو علمي وجميل جميل يكون نقاش والاختلاف يؤدل الحركية ونتقدم ولا ننسى بأن الأمير المؤمنين قال واحد الكلمة ذهبية ستبقى هي البروجيكتور اللي كان ضمن لنا السلامة لأي نقاش ما هي الكلمة اللي قالها صاحب الجلالة قال أي مراجعة ينبغي أن لا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله